السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي محجسكم يحبوا يضاني حلقتنا اليوم بعد مباراة تشيسي والهلال المباراة اللي يقدم فيها الهلال الواحدي من أروع مباريات بتخليك يفتخر انه في نادف في الوطن العربي يدعى الهلال ومن العار جدا اذا ما افتخرت انتي بهذا الشي محطوة لكم بالمقدمة باسمهم جدا تعملي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس لان هاي بداياتي على يوتيوب لينا انطلق يا مرحبا مجددا تشيسي الى نهاية كأس العالم للاندي بعد تغلبة على نادف الهلال المباراة من بدايتها طبيعي جدا تشوف تشيسي هو الاسلام الطابق والهلال يدافع لان تشيسي تحت الضغط لانه بطل اوربا ولانه على الوراء تشيسي هو المرشح الاقوى بالمقابل الضغط الاعلامي حيكون لو طلع الهلال عادي جدا بينما لو طلع تشيسي حيكون فضيحة وكارثي انسانية حتى ولو تخيل ما الموجود كارثي كروي وكارثي انسانية طبعا انا عم تشجلين هذا تشيسي ذاهل المرات تعلمات وضع لعبي الهلال الدفاع وتطبيق المرتدات والكسافة العددية بخلال المرتدي ونجح منذ القسم الثاني الهلال يطبقه حتى بالدفاع كان جيد جدا ممكن كان فينا نقول عنه ممتاز جدا لو لغلاط الشهرانة وبتصوري هذا الخطأ عادي جدا يصير عادي جدا يحصل بين فريق بطل أوروبا وفريق بطل آسيا ما احترام امكانيات لانه الضغط والعقل والتشتيتات الذهنية بتكون شوي بتخلي المدافع ارتكب اخطاء وهذا الخطأ لو نعاد للشهرانة مليون مرة لو اجت هاي الطابي نفسها مليونين مرة للشهرانة سواء في آسيا مع المتخط او مع الهلال ما هيغلطها للغلاط ويحكي بحكيت على الشهرانة وحكيت على الغلاط ما حاجل الموضوع لانهيت حقا حابيحكي عنه اللاعب ارتكب الخطأ اوكي بس بعد الخطأ شو ولا كأنه صامعوا شي ولا كأنه عمل ولا كأنه ارتكب خطأ شخصي الفعالي الكسافي العددي بالحال الدفاعي بالحال الهجومي قدم مباراة كبيرة جدا وهذا الفرق بين اللاعب السعودي واللاعب العربي بين مندخب السعودي والمندخبات العربية التانية وبالإضافة للهلال كان عام يلعب بست مدافعين على خط واحد ست يدافعوا كان عام يحاول يمنع الأطراف لانه يعلق خطور تأس بالكويتا والنصب العرضيات حاول يمنع مقدر المكان وبوجهة نظري نجح بهذا الشي شو الثاني تشيلسي داخل مستهدر وهذا يستغل هذه الفترة الحلو وبدأ يفرض الرتم تبع ويفرض السيطرة تبعيته يفرض التحركات ويفرض البدو يسدد ايمة ما بدو ويمرر ايمة ما بدو ولعبوا يتحرك بأريحية ويلعبوا طابات ولعبوا طابات للأطراف والاستنام والتسليم والتوزيع تشيلسي صلع على كذول تجروا لانه نحن استهترنا ما توقعوا هذا الشي تشيلسي حوالي يخط طابي ولكن المعنويات والروح صارت دبل عند لعبيه الهلال لم ترى هذه الهلال الممتع بالشوط الثاني شوط مرجلي بمرجلي شوط عملوا فيه كل شي وصلوا للمرمى تشيلسي كان محظوظ اللي عجبني بلعبين الهلال الصبر عبناء الهجم تشيلسي عم يدافع لأنه قداموا لعبيه يخوفوا هذه الحساسونيات اللي عملوا اليوم الهلال شخصيا فاجأني وخلاني أشعر بالفخر فريق عربي يواجه بطل او ربه بهذا المستوى وبهذه الشخصية وبهذه الكيفية وبهي شو ما بدك تسمى العقلية والقرينة والحماس جامور كان له دور كتير كبير لكن الدور الأكبر كان لا لعبيه الهلال وقبل ما أنهي حبيت أحدث قليلا عن سالم الدوساري سالم الدوساري عجبني نايرين هو من زمان عجبني لكن اليوم قدام براء دام خصم جيد وقفته على الطبيق دام أزبال كويت تبدل على كم لاعب عنده إمكانيات جرعته بالتزديد جرعته بالتمرير تحركات بين الخطوط عمل كل شيء يعملوا لاعب بمركزه لهذا السبب هو حاليا من أفضل وبوجهة نظري هو أفضل لاعب في القارة الأسيوية وإلى هنا تنتهي الحلقة أتمنى تكون هذه الإعجابات مهم جدا أرجع بكرة اشتراك وإشتراك لأنها هي بداياتي على يوتيوب سلام